احنا بنعرف التقزم في التب ان هو قسر القامة بالنسبة للعمر في كل طفل له معدلات احنا لو جيبنا مثلا مئة طفل في سن اي سن في بعض الاطفال بتبقى اطول حاجة وفي بعض الاطفال بتبقى اثر حاجة وفي اطفال كتير بتبقى في النص لو اصر التفل على اقل حاجة بالنسبة لعمره بنقول عليه ان هو تقزم او قسر الطول بالنسبة للعمر التقزم الحقيقة من المشاكل اللي بنعتبرها احنا زي وباء في مصر ليه وباء في مصر لانه عندنا 21% من اطفالنا بيعاني من التقزم يعني كل ما يتولد خمس اطفال فيك يا مصر طفل منهم يتعرض للتقزم طب ايه المشكلة يعني ما يبقى قصير لا المشكلة كبيرة جدا لانه مش هيبقى قصيره بس ده هو هيبقى قصير وعنده ضقف في الاداء المدرسي يعني قدراته الزهنية ايه لان الحاجات اللي بتؤثر على التقزم بتؤثر كمان على نمو العقل وبالتالي هيبقى انا عندي طفل قصير لسنه ما بيشتغلش كواس في المدرسة وبالتالي هنلاقي عواقب كتيرة جدا هتنعكس على الامن القومي فالتقزم ده فعلا مشكلة وانا الحقيقة كنت سعيدة جدا لما سيدة الرئيس اتكلم فيها لانه كنت كل دايما ما يقولوا 100 مليون صحة اقول لا لسه ما بقوش 100 لان في 35% اطفال فاحنا عايزين ندخل الاطفال في المنظومة فلا أحقنا بقى للرئيس وراح قايل التقزم والسمنة والحديد نقص الحديد كل دي مشاكل يعني هقولك بتأثر على الامن القومي فعلا بس اتكلمتي في نسب ايوة ودلي ممكن حتى استشد بيها السيدة الرئيس قال انا مش بقول ملاحظة انا بقول من خلال ارقام وصلتني والخطير حضرتك ان احنا من سنة 2000 للنهاردة عندنا نفس النسب مش عارفين نقللها بس الحمد لله ما زادتش ما زادتش الحمد لله مثلا من مقارنة لنقص الوزن او الهزال الهزال ونقص الوزن بيزيده لكن التقزم ما زال في المعدل ما بين 20 ل 21 بس ده كتير قوي ده كتير قوي انا عندي طفل هيتربى لا ينفع يبقى عامل ولا يبقى رياضي ولا يبقى دكتور ولا يبقى مهانس خلاص انا مش هلاقي عندي بقى شاب يعتمد عليه بقى في اي امر من الامر الحياتية المعدلات اللي احنا بنتكلم عنها في مصر هل دي المعدلات العالمية؟ لا بس حضرتك في بلاد عندها اعلى من معدلاتنا هي التقزم في تقريبا 151 مليون طفل بيعانوا في التقزم على مستوى العالم كسرهم في افريقيا واسيا تقريبا 90% منهم في افريقيا واسيا احنا حوالينا بلاد كتير بتعاني بالتقزم بس مش زي مصر مصر دولة تقدر قوي تقضي على ده ومصر في الفترة اللي احنا فيها بنبني بلدنا ما نفعش نسيب اولدنا يعانوا بمشاكل تأثر على مستقبل البلد كشباب ورجال هيشيلوا مستقبل البلد دي اذا احنا بدأنا ان احنا ننور على المشكلة وحنبدأ ان شاء الله ان احنا نتعمل معه ترجمة نانسي قنقر